اصدقاء العزاء اهلا بكم في دردشة فنية لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد احنا نهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة نسرين اللي رغم اعمالها الاوليلة ولكن استطاعت ان تحفر في وجدان الجماهير ملامحها اثر من اسمها وشكلها المألوف للجميع جمالها الملائكي وملامحها البريئة والعيون الخضراء ودحكتها اللي تدخل القلب بدون استئذان مش ممكن ابدا ننسى دورها في مسلسل الشهد والدموع وشخصية ناهة حافظ ردوان اللي كل شاب كان يتمنى انها تكون فتاة احلامه النهاردة هنتعرف عن حياتها الفنية وحياتها خلف الكواليس وايه السبب انها تاخد قرار الاعتزال بدري بدري وهي في عز شبابها وفي قمة عطائها وحياتها بعد الاعتزال ده اللي هنعرفه في خلال حلقة النهاردة خليكم معايا الاخر الفيديو اسمها بالكامل نسرين محمد احمد عبد السلام من موليدة 20 نوفمبر 1955 نسرين وهي طفلة كانت بتطلع في برامج اذاعية ولكن بعد ما افتتح التلفزيون سنة 1960 كان عندها خمس سنين وشاركت في برامج الاطفال مع ماما سميحة وكانت متقلقة جدا وسط الاطفال الموجودين معاها وتعرفت نسرين بجمالها وعنيها الحلوة ودحكتها وشقوتها وقدمت عدد من برامج الاطفال وفضلت 12 سنة وعملت اغاني للاطفال وهي طفلة مع المطرب السوري محمد ضياء الدين وعمل اغنية دوته مع بعض ان اب بيغني البنته وعمل اغنيتهم الشهيرة وهي اغنية البلونة ولكن يا شاء القدر ان محمد ضياء الدين ده هو اللي تجوز نسرين بعد ما كبرت رغم فارق السن لما بينهم ولما كبرت نسرين وتخرجت من المعهد العالي للموسيقى اكتشفت ان صوتها حلو فاتجهت لمجال الغناء وعملت البومات ولكن ما نجحتش فرجعت للتمثيل من خلال التلفزيون وكانت جزابة وليها قبور رهيب بسبب جمالها الملائكي وعنيها الخضرة ودحكتها اللي كلها براءة فاخترقت قلوب الملايين وشاركت في بداياتها في فيلم الحفيد واثنين واحد صفر وبدعم صبني ولعبة البطولة المطلقة امام محمد عوض في فيلم شاييني وشايلك بس كانت اعمالها السينمائية قليلة جدا لان نسرين كانت بترفض تماما المشاهد الجريئة ولذلك نلاقي اعمالها في التلفزيون اكتر وتركت بصمة في كل دور قدمته وشاركت في مسلسل الموج والصخر وفرصة العمر مع محمد صبحي اللي اشتهر بعالي به مظهر ومسلسل عبر السبيل والمشربية مع شكر سرحان وابناء العطش مع محمود الجند وفاروق الفشاوي وصلاح السعداني ومحدش ابدا ينسى دورها في المسلسل العظيم الرائع الشاهد والدموع مع اسماعيل عبد الحافظ واسامة الور عكاشة دورناها تحافظ ردوان ده يعتبر دور عمرها لان مسلسل الشاهد والدموع يعتبر من اروع المسلسلات في تاريخ الدرامة المصرية ونسرين كان دورها محوري يعني في الجزء التاني انا شايف ان هي بطلة العمل والكل عشق نسرين في الدور ده وشاركت في مسلسل رحلة السيد ابو العلا البشري وصيام صيام والباحثة واصابع الزمن وعلى ابواب المدينة وشاركت في مسلسل جده عبده مع عبد المنع مدبولي واحمد راتب كما شاركت ايضا في بعض الاعمال المسرحية زي ليلة الزفاف وفندق التلات ورقات ومسألة مبدأ وعالم يهوس وهلو دولي وعدد قليل من المسرحيات دي نبزة مختصرة عن حياة الفنانة الجميلة نسرين الفنية ومشوارها الفني القصير بالنسبة لحياتها الشخصية هي اتجوزت مرتين الزيجة الاولانية كان عمرها 16 سنة من المطرب محمد ضياء الدين الهاشمي اللي كان بيعمل معاها دوتات وهي طفلة ولما كبرت وبقى عندها 16 سنة اتجوزها برغم فارق السن لما بينهم وانجبت منه بنت اسمها رنة وبعد 3 سنين توفى واصبحت ارمالة وهي عمرها 19 سنة وبعد وفاة زوجها سفرت فرنسا علشان تخلص الاوراق لبنتها وهو حق الاداء العلن لزوجها بالنسبة للاغاني بتاعته وهناك قبلت الفنان محسن محي الدين وطبعا محسن محي الدين زميلها في الوسط الفني وهي عرفاه كويس وكانوا يعرفوا بعض من ايام الطفولة ومن خلال برامج الاطفال وعلى فكرة هو اصغر منها بحوالي اربع سنين لانه هو مولد 59 وهي مولد 55 فكان بيحبها حب من طرف واحد وهي اتجوزت على 16 سنة وهو وقتها كان عمره 12 سنة بس ولكن كان معجب بها من زمان فالمهم هو قبلها في فرنسا وهي طلبت منه انه يساعدها في انها تخلص ورقها وهو فعلا وقف معاها بحكم الزمالة وبحكم انهم مصريين وفي غربة فهي اعجبت به جدا واحترمته من مواقفه ووقفته معاها وبعد ما خلصوا الاجراءات شكرته وسفرت على مصر فهو بعت معاها دول والده لانه كان مريض راحت نسرين زيارة لبيتهم ووصلت الدول ابوه وهم هناك طبعا كانوا عرفينها من خلال التلفزيون بس لما قربوا منها حبوها اكتر لانه هي انسانة تتحب بصراحة كفاية بس ابتسامتها اللي بتدخل القلب بدون استئزان وتخلي اللي قدامها يعشقها فهم حبوها جدا وهي كمان حبتهم واتقررت الزيارات ما بينهم لان نسرين كانت بتروح تزور والده من وقت للتاني وابوه حبها جدا وكانت بيتمنى انها تكون من نصيب ابن محسن ولما توفى والد محسن محي الدين محسن رجع من فرنسا علشان وفات والده فوالدته قالت له ابوك موصيك انك تتجوز نسرين هي دي اللي هتكون الزوجة الصالحة اللي عمرك ما هتلاقي زيها ومحسن محي الدين في الوقت ده كان الفتى المدلز للمخرج يوسف شهين فراحت والدة محسن محي الدين طلبت نسرين لابنها وقالت لها دي وصية والده ووفقت نسرين وعملوا الخطوبة عديق كده وبعد الاربعين عملوا عقد القران وربنا رزقهم بابنهم احمد وانتج محسن محي الدين واخرج لنفسه فيلم شباب على كف عفريت وشاركته الفنانة نسرين وده كان اخر فيلم لمحسن محي الدين وبرضو يعتبر اخر عمل ليهم وسنة 1991 قرر الفنان محسن محي الدين الابتعاد عن التمثيل وهو في عز شهرته هو ونسرين اخدوا القرار مع بعض طيب ايه السبب ان الفنانة نسرين تاخد القرار ده ومحسن محي الدين يوافقها عليه وهو كمان ياخد نفس القرار معاها طيب ايه السبب لان في احدى المرات قبل قرار الاعتزال كانت هي وزوجها الفنان محسن محي الدين كانوا معذومين في حفل عيد ميلاد الفنانة شريهان ومعظم الفنانين والفنانات كانوا في الحفلة ولكن نسرين لحظت ان كل الناس اللي معذومين في الحفل لعند شريهان كانوا بيقطعوا فروتها فنسرين بصت لزوجها محسن محي الدين وقالت له إيه ده يعني هي عزماهم ومكلفة نفسها وعملة حفلة حب وفرحانة بلمة زملائها في عيد ملدها والناس مسكين سيرتها كده معقولة إحنا زي الناس دي قال لها لأ قالت له طب تعالي نمشي يلا بينا فبعد ما روحوا قالت له بقولك إيه أنا هتحجب قال لها يا ريت وأخدت القرار ده هي وزوجها وابتعدوا عن الفن وهم لسه في عز شبابهم الكلام ده سنة 91 يعني نسرين كان عمرها 36 سنة ومحسن محي الدين كان عمره تقريبا 32 سنة لأنه هو من مولد 59 ولما ابتعدوا عن الفن بعد قرار الاعتذال جريوا عليهم الفرق كلها والكل حاول يستقطبهم بتوع الشازلية وبتوع الصفية والإخوان وكل الاتجاهات الدينية ولكن هم رفضوا تماما إنهم ينضموا لأي فرق من الفرق هم تفرغوا للصلاة والعبادة وقراءة القرآن في البيت وأفلوا على نفسهم على فكرة ده كلام محسن محي الدين في لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية لميس الحديدي ونلاحظ أن نسرين طوال مشوارها الفن كله ما عملتش مشهد خادش أو مبتزل ولذلك أعمالها السينمائية كانت قليلة وكانت شغالة تلفزيون أكتر ومن بعد قرار اعتذالها ما ظهرتش تاني على شاشات التلفزيون ولكن محسن محي الدين قرر أنه يرجع يخرج وينتج بعض أعمال الكارتون الخاصة بالأطفال اللي بتتكلم عن السيرة النبوية وحاجات من القرآن بعد كده حب أنه يوسع نشاطه شوية وينتج ويخرج أبرتات للأطفال على إحدى المسارح ولكن حربوه وفكروا أنهم يأجروا له المسرح بمبلغ كبير فطبعا هو ما كانش عنده الإمكانية المادية أنه يأجر بالمبلغ الكبير اللي تعرض عليه وبعد غياب أكتر من عشرين سنة رجع محسن محي الدين يقف أمام الكاميرا من جديد ويشارك في بعض الأعمال الدرامية ويشارك في فيلم صابر وراضي مع الفنان أحمد آدم ولكن الفنانة نسرين لما سألوه عنها هل ممكن ترجع التمثيل تاني قال لا مستحيل هي حبة الحياة بعيدة عن الكاميرات حبة الحياة مع البيت والأسرة والأولاد وهي حاليا عمرها 69 سنة متعها الله بالصحة والعافية عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة جورج برايو